السلام عليكم أحبتي في الله متابعي وزوار مدونة جديد المواقع في درس جديد على قناتكم اليوم بحول الله أتيتكم بإثبات التوصل ببطاقة ميستر كارد بالنسخة الجديدة من الشركة المعروفة وهي شركة بيونر كما تشاهدون هنا في الفيديو تم توصل بالبطاقة عن طريق الوسيط الذي قلنا بشرحه هو آير بانب كما تشاهدون نوع أو لون البطاقة الآن سأشرح طريقة تفعيل البطاقة وكذلك سأعطي بعض النقاط حول كيفية شحنها حتى نقوم بربطها مع حسابك في بايبل وتبدأ في تلقي أموالك بكل ارتياحية تبقوا معنا السلام عليكم أحبتي في الله متابعي وزوار مدونة جديد المواقع لأن نكمل ما تطرقنا إليه سابقا حول إثبات وصول البطاقة من خلال الوسيط آير بانب هناك نقطة مميزة حول في هذه الشبكة أو هذه الشركة عفوا وهو توصل البطاقة في أقل من أسبوع أسبوع على الأقل لم أكن أنتظرها في الحقيقة كنت أنتظر ثلاثين يوما أو ما أكثر فهذا أمر معروف خاصة في الدول العربية بالنسبة للبارد لكن الحمد لله على كل حال قبل الدخول في تفاصيل حلقاتنا لمن لم يشاهد طريقة الحصول على البطاقة ما زال سأترك لك الفيديو أسفل هذا الفيديو أيضا في الديسكريبشن يمكنك العودة إليه ومتابعة الحلقة جزء بجزء حتى تفهم وتحصل على البطاقة أنت أيضا الآن ننتقل إلى طريقة تفعيل البطاقة بعد حصولك أو وصول البطاقة إليك ما عليك سوى الدخول إلى موقع بيونر وتقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك حقيقة شكل البطاقة ولونها وما إلى ذلك رائع جدا كما تشاهدون هنا يعطيك عرض حالتك وتفعيل بطاقتك إذا لم تكن تظهر لك ما عليك يمكن أن تكون هنا مخصصة في رصيد إذا كانت هنا في رصيد أورو أو رصيد دولار ما عليك سوى تغييرها إلى رقم بطاقة الخاص بك كما تشاهدون هنا عندما وضعت رصيد أورو أو دولار ذهبت خانة تفعيل بطاقة ما عليك سوى الضغط على بطاقة مدفوعة مسبقة ستظهر لك الأرقم الأخيرة من البطاقة الخاصة بك كما تشاهدون هذا هو الأرقم الأخيرة في بطاقتي بعد ما عليك سوى الضغط على تفعيل البطاقة كما تشاهدون هنا يقول لك بان انا مقدر ان تصل لك البطاقة في ثمانية وعشرون افريل انا ادري نعم بين تسعة عشر وثمانية وعشرون انا استنت بطاقتي نوصل تندي في عشرون هنا تكسب الارقام الستة عشر الموجودة على الواجهة الامامية للبطاقة ثم تختار اختيار رمز بين يتكون من اربعة ارقام هذة تستحقه في حالة اردت تسحب المال مصرف الى يجب عليك يدخل هذا الكود ايضا تم تعيد كسابته ثم توافق على السياسة والشروط بعد ذلك تضغط على تفعيل كما تشاهدون تأكيد لقد تم تفعيل بطاقة الخاصة بك بنجاح ارجع ملاحظة ما يلي اذ كانت هذه البطاقة قد استدرت لتحل محل بطاقة قديمة فسوف يتم تحويل رصيدك ومصادر التمويل الخاص بك بشكل اضماتيكي من حساب بطاقتك القديمة ايلا حساب بطاقتك الجديدة خلال ساعتين فقط وهذا امر جيد جدا في الحقيقة انصح الجميع بعمل بهذه البطاقة خاصصا هو ان اول شركة عرفت سعيد العرب من هذه الناحية هي شركة بايونر بعد ذلك حتى نقوم بربطها مع بايبال يجب عليك شحن البطاقة كما تجاهد هنا ان البطاقة مازالت جديدة وهي حاليا سفر دولار طريقة شحنها يوجد عدد انواع لكن المشكلة في فيها ان جميع المواقع التي تدعم بايونر احد الادنى لسحب الارباح يكون على ما اعتقد كان اقل شيء او اقل مبلغ ثلاثة وخمسون دولارا هي من خمسون دولارا فما فوق كان هو الحد الادنى لسحب اموالك الى بايونر لكن يمكن ان تسحب اموالك بدون مشاكل فقط ما عليك سوى البحث عن وسيط شخص ما يمسلك بطاقة فيزا او مستر كارت او حساب على بايونر ايضا والذي هي بعض المال ما عليك شوى تبادل انت وهو مثلا تعطيه بيتكوين او ترسل له رسيد بايبال ان كنت تملك بايبال امريكي او كناضي غير مفعال فهو يستقبل الاموال بدون مشاكل وتقوم بيرساله الى بايبال ويرساله اليك الى بايونر وبهذا ما عليك سوى ان تحصل على خمسة دولار هنا وتقوم بربطها مع بايبال في الحلقة القادمة بحول الله سنتطرق الى مجموعة من الشركات وايضا سأبحث لكم عن وسطة ان كان بالامكان ومدكم اياه الى هنا انتهت حرقتنا اه نرجع انسان الى اعجابكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته